وابتدين نركز على وغير كمان تروي عبدالله انتخابات الجماعات قبلها انتخابات المدارس عايزين نسمع من عبدالله عملوا ايه في الانتخابات في عبدالله ازاي بترواجوا لمثالة الانتخابات دي وضرورة المشاركة يا عبدالله ومنك رئيس التحاد طلاب جامعة القاهرة طيب خليني اخفض حضرتك لجزئية الانتخابات خليني في الاول يعني اتشرف بجودي مع حضرتك ومع سيدة النائب وفيما يخص الانتخابات خليني نتكلم اول عن انتخابات اتحاد الطلبة احنا بنتكلم مع الشباب جوه انا كنت بتشرف برضو ان اكنت رئيس التحاد طلاب المدارس قبل ما ادخل الجامعة ويكون برضو انت ماشي لعملية الانتخابية بالتدريج يعني بتجري في دم عملية الانتخابات والاتحاد الطلبة وتمسيل الطلاب وده شيء مشرف جدا احنا بنتكلم مع الطلبة في كل مرحلة بندخل فيها الانتخابات عن اهمية اختيارك الان كان الشخص اللي هتختاره فينا المرشحين وكل واحد بيعرض افكاره وبرنامجه على الشباب دي وبنقول لهم يا جماعة انتو اللي بقديكم تختاره اللي هيمثلكم وحيعمل لكم الحاجة اللي انتو عايزين فلو حضرتكم يعني كسلتوا في ده احنا برضو حد فينا هيفوز وحد فينا هيكون في الانتخابات ولكن انت ممكن تضيع على نفسك فرصة ان انت هتطال في وقت من الاوقات بحاجة كنت عايز تعملها ولكن مثلا مثلا اللي فاز مش حد يعني عايز يعمل لك فعلا الحاجة اللي انت عايزة وهكذا بقى في المراحل المختلفة احنا في الجامعة الموضوع بيكون اكبر شوية واوسع شوية انتخابات الجامعة وانتخابات تحت طلاب الجامعة بتمر بثلاث مراحل الدفعة كلية جامعة وكل مرحلة بيكون لها برنامج انتخابي مختلف بنبدأ ان احنا نتكلم مع الشباب على اهمية المشاركة في الانتخابات عشان تختار من يمثلك يعني شرف ده خليني برضو اوضح لحريك ان هو هيديني انا دفعة لما لاقي ناس كتير فعلا نزلت وشاركت واختارت من يمثلها هيديني دفعة وانا شغال طول السنة اني اعمل كل اللي اقدر عليه علشان فيني مجموعة كبيرة جدا بتصك فيك وفي مجموعة كبيرة جدا مش قدر تخزين اه انا ما انتخبنيش واحد ولا اثنين ولا اثنين تلاتة العدد بيصنع الفار طبعا وخليني اقول لحضرتك ان احنا في اتحادات الجامعات بنتباهة لو انا جاي بال يعني كليتي كلها نزلت شاركت في الانتخابات اخترتني هتباهة مع الكليات التانية وقول لهم انا جاي بالانتخاب وعدد الناس اللي انتخابتني كان كذا عندي وعي بعملية اختيار من يمثلني في كليتي بتشرف وسط الجامعة طبعا على مستوى الجامعة لما انتخب على مستوى جامعتي ويكون في انتخابات حقيقية والناس تختارني هروح وسط الجامعات التانية واقول بكل فخر أنا جاي منتخب من عدد واحد اثنين ثلاثة من الناس ده بيبين قد ايه الناس اللي بتنتخب وعيا ده بيبين قد ايه أهمية ان انت تكون في مكان الناس فهم فيه يعني ايه حد بيمثلها وحد عايز يقدم لها حاجة فعلا خلينا بقى نحكز ده على الواقع المصري او وقع الانتخابات المصرية حجم الوعي بالانتخابات الرئاسية مهم جدا ولازم كلنا نحط ايدينا في ايديهم بعض ونشتغل عليه شباب الجامعة عنصر مهم جدا والشباب عمتا عنصر مهم جدا ايه اللي شجعنا اكتر واكتر ان احنا نكون موجودين في الانتخابات الرئاسية 2024 جزء تمكين الشباب هل الشباب ليهم مساحة اتسمعوا فيها الفترة اللي فاتت تشجعهم ان هم فعلا شايفين ان دورهم هيكون مؤثر في الانتخابات اللي جاية او خليني ابدأ مع حضرتك الموضوع بالحوار الوطني هتشرفنا ان احنا كنا موجودين في الحوار الوطني وكان مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني نابا احمد فتحي يمكن حضرته يعني لف معانا على جامعات كتير عشان يسمع من الشباب ايه تحدياته طب ايه الحلول اللي حضرتكم ممكن تقولوها علشان نحل التحديات دي وفعلا على مدار فترة كبيرة جدا كانت جالسات تمهلية الحوار الوطني في جالسته بمنطقة صراحة ممكن يعني الشباب زمالي وانا اتشرفنا ان احنا كنا موجودين بمنطقة صراحة طلعنا وتكلمنا بدون ايه قيود ايه تحديات اللي بتقابلنا وازاي يكون عندنا حلول ليه مش انا بس لا زمالي من الاتحاد المدارس يعني مرحلة اصغر كمان زمالي من زاوي الهمم فئات شباب كتير زمالي من الانشطة الطلبية فئات شباب كتير جدا جدا طلعت تكلمت بمنطقة صراحة عن تحديات وحلول اذا الدولة بتسمع الشباب وبتشركها معاها يعني ما اكتفتش ببرامجها ما اكتفتش بالمشاريع لأ قالت كمان يا شباب مصر شاركوني بافكاركم والدولة هتنفذ ده ان شاء الله صحيح